ألاحظ تفتحين بثوث هواي مكثرة بالبثوث مو نعم ندمتي على البثوث طبعا ندمت على البثوث نعم نحن أي خطأ نسوي ونحن بداية مشوارنا هذا يعتبر الدرس هو الإنسان بالأخير وارد من عندنا الخطأ لا يجرم بالخطأ بالضبط نعم فأي شيء بداية مشوارك أنت تسوي أنا مو عندي لا أصدقاء ولا صديقاتي نصحوني بهذا المجال ولا أعرف لمن قبل ودخلت دخلت صدفة تهميني للأسف صدفة بدون دراسة بدون دراية فدخلت للمجال وصارت عندي أخطاء هواي لدرجة حتى الصور الشخصية ليست تعرف أخذهن فالبثوث وغيرها والناس التي تعرفت عليهم بهم بعض الأشخاص خطأ يعني يعني أعتبر خطأ في حياتي نعم بس الحد لا تعلمت وهس أنا حياتي مستقرة بالفرحة من قاعد أسوي سيرتش على اسمتش لقيت لك بيث صراحة شون ميليق يسمع ما بي إساءة مو زينة كلش بس طيش بي طيش نوع من الطيش هل إسراء في ذيك الفترة غير إسراء عن هاي الفترة؟ يعني إحنا كنا صغار يعني 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 يقوليك الخطأ وارد كنا إحنا عدنا أخطاء واردة أنا وأنت بس هي إسراء تغيرت هاي الفترة عندي تش الفترة بما أنه مسحت عندها منشورات هواي ومحتواها صار مو دلز مثل ما أنت بقولين فتغيرت إسراء شخصيا وعقليا وفكريا عن الفترة اللي مرت بيها؟ اللي غيرت أنه بديت أهتم أكثر شوية تصرفاتي يعني بدل ما أكون من دفعة ومن طلقة وبالزيادة عن ألزوم شوية ألزم نفسي بس هم يضوج هذا الشي أنت ترى إنسان ترى أنت فطري على راحتك تحب تصرف صح السوشال ميديا تنخذ على كل حتشايا وعلى كل ضحكة وعلى كل حركة نظره بس الإنسان هم يتضايق بينه وبنفسه يعني أنا يسمى الضايقة لأنه كهوية أمور أحب أسورفها وشقة وضحك وحركات نعم لازم نفسي منعدهن بس الخاطر أن المجتمع ونظرة العالم والكلام لازم نفسي مجبورة